مش طلع سادة عبدالحفيز بنوجة زرزة اتحاد كورا براءة تمام والموضوع كأن لم يكن ليه جهاد جريشة تم استبعاده وتوقف فترة طويلة ده برضو يسأل عنه يعني مفروض الموضوع كله انتهى لا يعني انت اصلا برأت سادة عبدالحفيز في حاجة واضحة تماما ان هو اخطأ في حق التحكيم المصر طي تمام فانت لما توقف جهاد جريشة وتستمع الجهاد جريشة فانت بتأكد ان انت ماشي يتبع ضغوط ولا بتحافظ على حكمك ولا بتدفع وبعد انت بتخلي اي حكم بعد كده يخاف من سادة الحفيز طب يخاف بقى ويا من حساد انا كحكم لا السادة يطلع ينتقدني فالحكم يزل يورب الاهلي يكسر ده ممكن ان انا هيهاجموني ده هيوقفوني عن المطشاط والله يا بص هي في مشكلة كبيرة جدا يا محمد كل حكم في مواراته مع الاهلي بيخلص بهزيمة الاهلي او تعادله بيختفي من على الساحة بيختفي يعني نهاية الموسمية ست سبع مباريات وفي النهاية مش هلاقه حكام لو الاهلي مشي بالمستوى ده وقع في تلات اربع ملشاط وده وارد مش هلاقه حكامي هنا كمان مسألة التناقض اللي عندي ادارة الاهلي بالنسبة للتحكيم نفسه قبل كده كان يطلع بيان لا احنا مع التحكيم المصري والكلام ده فكن انت قبل المطشل ايه طبعا دي كانت تتعمل يفتاد جوه ملعب الاهلي ودلوقتي لا احنا عايزين حكام هم عارفين ان مش هيجي حكام اجانب بالمناسبة اه طبعا حكام اجانب يعني انت هتجيب طاقم التلاتة اللي هو بتاع الملعب وطاقم للفار مش هتقدر ان انت تتحمل لا وغالبا في وجود الحكام الاجانب الاهلي مرحقش الدفترات لا مع الزمالك ولا مع غير الزمالك خسر كل او معظم منشاط مع الحكام الاجانب يعني ما بيبقاش موفق ما بيبقاش موفق مع الحكام الاجانب اشتركوا في القناة